بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من برنامج الأشبال للأسف النهاردة يوم حزين النهاردة كان فيه خبر محزن جدا النهاردة وفات المستشار القانوني للناد الأهلي المستشار حلمي عبد الرازق ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته النهاردة كان موجود في تشيع جثمان المستشار حلمي عبد الرازق كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الناد الأهلي وكل أعضاء مجلس إدارة الناد الأهلي وأيضا كان النهاردة نزل ناعي على الحساب الرسمي للصفحة الرسمية للناد الأهلي جاء فيه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الذي وفته المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون كذلك شركة بريزنتيشن لايف تنعي المستشار الراحل يعني إحنا هنا في الناد الأهلي يعني عاهدنا الراحل المستشار حلمي عبد الرازق كان شخصية محترمة جدا خدم في الناد الأهلي سنوات طويلة كان المستشار القانوني يعني خدم الناد الأهلي سنوات طويلة وكان آخر لقاء جمع ما بيننا كان فيه رحلة الأكسر يعني فيه افتتاح فرع الأهلي فيه الأكسر كان يعني إنسان دايما بشوش الوجه دايما أي حد عنده مشكلة في الناد الأهلي كان دايما بيوقف جنب الناس فإحنا النهاردة يعني بننعيه كان من أشد المخلصين في الناد الأهلي عاشق للناد الأهلي وأيضا عاش سنوات طويلة داخل جدران الناد الأهلي قلت لحضراتكم كل القضايا القانونية التي تخص الناد الأهلي وكل اللاعبين كان هو اللي بيتولاه دايما كان بينجح فيها فالنهاردة ده كان خبر محزن جدا بالنسبة لنا في الناد الأهلي فربنا يرحمه ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله